اشتركوا في القناة ضيفي النهاردة الحقيقة واحد من المواطنين المصريين الشجعان اللي هو معتبر حرية التعبير او انه يعبر عن رأيه ده حق قصيل لي وواجب والحقيقة خط تجربة قبل كده كانت قاسية جدا ودفع تاما قبل كده لانه قرر يعبر عن رأيه في احد مقديم مصر ورفع يفطى مكتوب عليها لا للتعديلات الدستورية ضيفي وضيفكو في حلقة النهاردة من بودكاست حكايتك هو المؤندس احمد بدوي اهلا بيك احمد اهلا بيك اوسام مبسوط انك موجود معايا الحقيقة وزي ما قلت اللي بتعمله لناس كتير دلوقتي في مصر بيعملوه في حملة طنطاوي انا بعتبرها شجاعة تستحق التأدير وتستحق التحية غير طبعا انه هو واجب وطني وغير انه مشاركة في عمل سياسي لكن بالامانة هي حاجة شجاعة منك وحاجة تستحق التأدير مننا بما اننا برا مصر يعني ان احنا نشير ليها وخلينا يبدأ معك بسؤال كده انت ليه بتدعم احمد طنطاوي انا بدا على احمد طنطاوي اساسا علشان هو مرشح شاب قادر ان هو يوصف المشكلة في البلد ويتكلم عنه لحل اللي انا كنت طول وقت بدعو لي الحل اللي انا شايف انه ده حل الحقيقي لمشاكل مصر لو فكرة نولد الدستور والقانون انا راجل لبرالي توجهي لبرالي ومختلف مع التعاري النصري ومختلف مع الفكر النصري لكن شايف ان هو الراجل في كل الكلام ان انا سمعته وكل الكلام ان انا سمعته عنه والناس بتتكلم عنه ان اتعاملت معاه مباشرة بتقول ان هو مركز على فكرة الدستور والقانون وانا شايف ان ده اللي بينخص مصر يعني او ده حاجة يعني مهمة جدا انها ستتعامل في مصر علشان نقدر ان احنا نتحرك لقدام طول ما مصر ما فيهاش تطبيل القانون ما فيهاش مرعاة للدستور او يعني خوانين بتمشي مع الدستور فالدنيا فيها حالة فوضى حالة سيولة طول الوقت الحكومة بتعمل ليها عيزة من غير اي قواعد بتختلف القانون زي ما حصل في مبارح في موضوع العبض على ناس بحكة ان هم بيعملوا توكلات مزاورة وده مش قانوني ومش صحيح ولاخر لما قدموهم للنيابة برضو قدموهم بتهم غير اللي هم اعلنوا عنها يعني هم قالوا احنا عبرنا عن ناس عشان هم بيعملوا حاجة مخالفة للقانون فلما قدمهم للنيابة قدمهم بتهمة تانية خالصة فده بيقول ان هو المصر فيها مشكلة فعلا في موضوع القانون والدستور واحنا لو حلينا هذه المشكلة مجرد بس يعني نحط رجلينة على اول طريق الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة المؤسسات حتلاقي ان يحصل تطور كبير جدا جدا فحيقلل من الاحتقان والمشكلة اللي هي بتهددنا كلنا فكرة الانفجار اللي هو ممكن يحصل في اي رحلة بنسيجة الضغوط الاقتصادية طيب انا يعني خلينا نقف معك شوية عن موضوع التوكلات الشعبية انا سمعت الفيديو بتاع احمر التنطوي اللي كان من ثلاثة ايام الرجل حتى فيه خارطة الطريق واضحة خطة زمنية محددة بالايام وكم منها فكرة التوكلات الشعبية طيب النظام واللي انا متابعه اليومين ثلاثة اللي فاتوا احمد انه لا هم جايبين اسات زدقانون جايبين مستشارين في المحكمة الدستورية العليا جايبين مستشارين في محكمة النقد الجميع بيتكلم انه اللي بيحصل من فكرة التوكلات الشعبية دي توكلات مزورة وان احمد تنطوي يمكن يتحاسب ويواجه محاكمة بتهمة تزوير توكلات ممكن تحكي لنا ايه فكرة التوكلات الشعبية وازاي هي مش توكلات مزورة طيب هي ببساطة خالص هو التوكل في الاخر انا مش رجل القانون بس هو في الاخر الموضوع ما بيبقى بين طرفين انا طرف وهو المرشح بتاعي ان انا بدعمه او ان انا بدعم حقه طرف والدولة كل دورها انها تسجل هذا التوكل انها دورها مش بتتدخن العلاقة ما بيني وبينه فبالتالي هو الموضوع اللي حصل انت منعني انا شخصان ما تمنعتش لما روحت لشهر العقاري اقعدت حوالي 7-8 ساعات انا والدتي بس في الاخر عملت التوكل لكن اللي بيحصل والناس بتحكوه لي وبشوفه الناس ممنوعة من انها تعمل توكلات بطرق كثيرة جدا فبالتالي انت كده بتحرمني كمواطن من حق في ان انا اخطار مرشح لي في الانتخابات فالحل ايه هنا بقى نقطة الحل القانوني هو احنا ممكن يعني 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 فكرة ان انا ممكن اعمل توكيل ممكن اعمل توكيل لمحامي وبقى المحامي دو م reliability مني انه هو يعمل توكيل تنطوي مثلا ده احدى الطرق يعني فيه كذا طريقة قانونية ان انا في الاخر انا هذا في كله ان انا اسجل ان انا بأواكر هذا الرجل او ان انا بدعم هذا الرجل حقه في الطرش انا بدعم حقه هذا رجل في الطرش هذا المرش بالتالي هي مش من حقه الحكومة انها تمنعه الحكومة لا تملك مكاتب الشهر العقاري ولا سيسي يملك مكاتب الشهر العقاري احنا بنقول ان المكاتب دي هي كل دورها بس ان هي توثق فهي الاخر الفكرة اللي كان احمد طرحها احمد التنطوي ان احنا بنعمل توكيل يعني ورقة على بنكتب فيها بيانات الشخص اللي هو بيدعم المرشح وبيندعمها المرشح وبينقدمها لهيئة العليا للانتخابات وينطلبها ان هي تعمل التوسيق للموضوع ده ايا كانت طريقة يعني حتى لو فكرة ان احنا هنقض في الشارع بصورنا بصوره ونقف في طابوره ده من الهيئة ايا كانت طريقة بالاكر ده دور الهيئة ودور الدولة ان هي الناس اللي هي بتدعم هذا المرشح يتم الاخذ باصواتهم هو يتم تسجيله كمرشح لان احنا العدد يتكلم في 25 الف العدد مش كبير واعتقد ان احنا معادلين العدد ده بكتير كان الناس بتأيد لأحمد التنطوي وبالتالي هالدولة عليها ان هي ساجد ده فانا حتى كنت عامل فيديو امبارع لمدة دقتين بقول ان هو الموضوع في الاخر منع سياسي مش منع قانوني مش حاجة قانوني تمنعني ان انا اروح اعمل توكيل لهذا الشخص والمنع سياسي المنع بالعنف او بالتحايل او بالان اقول لك السيست معطلان كل الحاجات دي حاجة فارغة لطاليق ونصد خلينا نقشك شوية في النقطتين النقطة بتاعت طبعا المنع التوكيلات هنتكلم فيها اكيد خصوصا ان انت بتقول روحت انت والدتك يعني وعملته توكيل لكن عايز اتكلم معاك في فكرة التوكيلات الشعبية طيب ما هي لو حاجة يعني بيتعبر بيها عن الرأي لكن في الاخر مش هتوصلك انك تخطي حاجز الخمسة وعشرين الف توكيل طب ما هو السلطة خايفة منها ليه او الان منها ليه او بالدايق عليها ليه ما تسيبها طالما هي حاجة ما لهاش قيمة هما لا الخوف طبعا ان هي تنتشر ان هي تبقى حاجة زي توكيلات البلد دي او توكيلات سعد زغلول او فكرة توكيلات الشعبية وزاية تمرد الفكرة انها السياسية هما فين دولة يعني مصارين المصار القانوني والمصار الشعبي او السياسي المصار الشعبي هو عامل فيه خطوات قوية جدا والناس جزء كبير بيدعمه حتى اللي ما يعرفوش بيدعمه ضد السياسي هو ده المرشح المعارضة ده المرشح اللي بقول لأ اوان حاجزين نقول لأ فهندعمه فده الجزء الشعب الجزء القانوني انه هو خلاص هو فيه قرار متأخد انه هو حيتمنع انه هو هيتلاقي له اي حجة عشان يمنعه من دخول الانتقابات فبالتالي يوجود التوكيلات الشعبية حاجة بتقول انها مفروض هي ملهاش لازم لا هو فعليا انا لازم اصرع على حقي كمواطن ان انا هيبقى التوكيل بتاعي يتعامل لهذا الشخص يبقى يتحسد ويتعد ولازم الدولة يعني لازم الدولة تسجله انفعش الدولة تتجاهها الرأي وتعتبرني ان انا مش موجود بالعكس حتى الناس كمان انا برضو كنت بقول في الفيديو اللي كنت عملته ان حتى الناس اللي هم عملوا توكيلات للسيسي بشكل انه هو فيه اجبار او خداع او رشوة او حاجة زي كده طبعا العمل عن قناعه هو حر طبعا ويحترم رأيه لكن انا بتكلم عن حد تم اقهاره او قهره يعني عشان يعمل توكيل للسيسي عشان يبان في العدد ان انا عملنا مليون وعكش كامل ارقام الغريبة اللي بقولوها دي اذا من حقه برضو اللي اقول له والله لا انا مش عمل التوكيل اللي عملته لا التوكيل غير صحيح لان انا مش موافق عليه وده عمل تحت ضغط او تحت اجبار الناس اللي اتعاملت الموظفين اللي بيروحوا بالكتوبسات ان هم يتعاملوا او غزبا عنهم لازم يقدم بطيقه واجب وطني عليهم ان هم ما يتخلوش عن باية الناس وما يتخلوش عن واجبه بن وطني ويقولوا والله لا هذا اللي حصل ده احنا مش موافقين عليه ومجبرين عليه لما ده يحصل حيبقى فيه ضغط سياسي كبير جدا ان اللجنة او الهيئة تعمله وإلا هندخل في سكة ان كده بطولة الانتخابات اما هو انت للمؤكبر مرشح ليه شعبية او اكبر مرشح ليه شعبية في النوعات ده يعني وليه ناس بتأيدوا هتمنعوا بحجة انهم يعني ما تكملش 25 الف توكيل فانت كده يعني ببساطة جديدة كده الانتخابات مش سريع كده الانتخابات دي مش معبلة عن الناس والوضع ده يعني كان زمان ممكن يحصل الكلام ده مبارك مثلا لكن انا في وضع دلوقتي العالم كله شايف الوضع في مصر مزدل للغاية اقتصاديا وسياسيا واجتماعي فمش حيبقى مقبول يعني احنا مش هنقبل ان احنا يضحك علينا مش هنقبل ان احنا نتقرطس احنا انا عندي مرشح وانت مش هتدخله ليه عشان لعبة ما انت بتلعبها لا الكلام ده مش مقبول طيب بالتالي شعر ليست السيسي من اول يوم كده هتبقى اصلا انا مش قابل يعني انا مش شايف ان ده كده صح الكلام ده ممكن يترد عليه بحاجة بصراحة يقولك يعني انت عامل بودكاست وعمل مقابلة وتتكلم على توكيلات شعبية والمنع وانتو بتمنعونا والرجل اللي بتكلم نفسه احمد بدوي لسه قيل من شوية ان هو والدته راحوا الشهر العقاري وطلعوا توكيلات طب ما هو كده يبقى كلام الاعلام اللي بيقول ان احمد تنطوى يا جماعة مشكلته ان مالو الشعبية هو مش قادر اصلا يجمع التوكيلات لانه الراجل قدامك وهو طالع في الفيديو بقول انا والدتي عملنا توكيلات ترد على الناس دي تقولها اقول الكلام ده مش صحيح لانه هو كان احنا يوم اولا احنا يوم رحنا اليوم اللي هو كان بعد اليومين اللي افلت يعني عادوا يومين فيش عيه توكيلات تتعامل ولما احمد قال انها علق الحملة الخبية بتاعتش فاحنا رحنا بعدها فكان ده اليوم اللي هو فاتنح وفيه الباب وبرضو بزي ما اقول لك احنا عادنا بالسبعة طالعا ساعات قدام اللي جاءنا عشان نعمل في الاخر كمت عدد محدود لكن غير بعدها الايام اللي بعديها وفي نفس اليوم برضو في حيالات تانية ناس كترة جدا انا عرف ناس شخصيا كترة جدا ان الحد وقت ممنوعين وبيحولوا وبيروحوا بيروح بالثلاث اربعة تيام ويقفوا قدام من الشهر العقاري ويتخاني ويمشي ويروح فالموضوع يعني فكريت ان انا محتاج 25000 هوايا يروح يتخانوا عشان يعملوا التوكيلات ده كلام مش منطق وكلام مش قانون فكريت ان هوا ما عندوه شعبية لا او عندو شعبية بدليل انت منعوا ان هوا يعمل التوكيلات افتح الموضوع على سهل خلي الموضوع زي ما هو كان بيطالب افتح الباب من الناس بقى في شهر عقاية مثلا مخصص للناس بتقول معرضة على سبيل النساء لك ادى كذا حل يعني وشوف الناس هتروح ولا لا مش تقول لي ان انا انا بمنع الناس ما ده يبقى ده معناه ان انتخارات دي ملعوب فيها اصلا من اولها ومالهاش شرعية طيب يعني هل انت مكنتش متخيل ان ده هيحصل يعني انت من اللحظة الاولى لتنطوي اعلن فيها تراشرحه انا اعتقد ان انت كنت مؤيد لي يعني وقلت خلص انا هدعم الرجل ده عشان المصاري الدستوري والقانوني هل كنت متخيل ان احنا امام انتخابات بجد هل كنت متخيل ان احمد التنطوي هيوصل يبقى مرشح فعلا بس انا عايزة واضحة انا مكنتش معا من الاول انا فعلا اخذت القرار ان انا ايد احمد التنطوي بعد الاجتماع اللي تسرب بتاع الحركة المدنية اه لان انا اسمعته في الاجتماع ده بيتكلم خلاص بقى هنده هنا بنتكلم في حاجة ايا مش معلنة مفروض انها مجدش معلنة ورجل قال الكلام بالزبط اللي احنا بنقول ان هو اللي حوالين السيسي مجموعة كبيرة في جزء كبير من الناس اللي حوالين السيسي مستفدين او متفين او كده وبالألفظ اللي هو قال فبالتالي لقد راجل ده بتكلم بجد ورجل ده عارف المشكلة فين مش بيحاول ان هو يجمل الصورة ولا ان هو يعني داخل الالعب فبالتالي طبعا احنا عارفين ان احنا داخلين قدام ناس او في ناس من الناس اللي موجودة في النظام او في الحكومة عارفين ان هما عندهم مشاكل في الفسائل عندهم مشاكل في القانونية عندهم مشاكل كتيرة فهم بيدفعوا عن بقائهم يعني هما مش بس بيدفعوا عن منصف سياسي يعني هو الصراع هنا وبردو انا كنت بقولي الناس كده الصراع دلوقتي اصبح بشكل كبير صراع صفري ما بين طرفين ياما هو حينتصر النظام حينتصر وحينتصر في معركة التسجيل التوكيلات وتسجيل يعني التمثيلية بتاعت الانتخابات ويخرج التمثيلية ان هو سيسي خلاص كسب من غير ما يعمل انتخابات دي التمثيلية طبعا هتبقى مفضوحة جدا فلما هيعمل كده احنا دخلنا في هبتدي بقى لازم هيبتدي يعمل تجريف بقى كامل ان هو ايه يحاول زي ما حصل في 2019 بعد التعدالة الدستورية انا حبس في التعدالة الدستورية وبعدها على طول بكم شهر بقى يحبس كل الناس اللي هم كانوا بيعرضوا او عايزين يدخلوا انتخابات قويان كان طبعا ده المتوقع ان هو لو كسب في 2014 كسب المسرحية اللي هو بيعملها مش كسب الانتخابات لان هو لو مدخل احمد طنطور مدخلش الانتخابات بالحجة الفرغة دي بقى احنا بنعمل احنا كده خلاص هم نفسهم بيعطرفوا ان احنا بنعمل مصرحية وطبعا اللي بنشوفه قدام اللي جاء من فكرة البلطرية وكلام ده بيقول كده هو بيعمل حاجة بيخرج مصرحية عشان بياخده لك انا كسب بس احنا فعلا الناس ما انتخبروش الناس في كل الناس حتى اللي مش مؤيدة لطنطوي عندها غضب شديد جدا بسبب الفشل اقتصادي اساسي يوم السابت 14 اكتوبر احمر طنطوي ساعة 2 الضهن هيعمل مؤتمر صحفي هيعلن فيه اما انه مرشح رسمي تم قبول اوراقه رسميا من الهيئة الوطنية العليا الانتخابات او انه مواطن مصري بيشتكي من منعه من ممارسة حق قانوني ودستوري في الترشح عن طريق التضييقات اللي حصلت وقال انه هيعلن مصار سياسي جديد على الشعب المصري وعلى الشعب انه يختار انت كاحد مؤيدي احمر طنطوي انت شايف انه هيوصل يوم 14 اكتوبر وهو مرشح رسمي ولا لا المؤشرات كلها بتقول لا مش هيوصلون حسب الضغط اللي احنا هنقدر نعمله قبلها يعني انا انا معرفش يوم السبت ايه المصار اللي هو هيتراح حتى ما عنديش معلومة دي او ما عنديش التصور ايه اللي هيتراح لكن هو فيها خطوة قبلها هو قال ان احنا يوم الجمعة هنروح بساعة تلاتة ونص هنروح مقر الهيئة على الانتخابات بكل الناس اللي هما تم منعهم ونقولوا يا جماعة والله هما الناس دي مؤيدين للراجل دوت وراحوا الشهر عقل وتم منعهم انا اعتقد من وجهة نظر سياسية يعني لو كان الحدد دوت وبشكل منظم جدا وبشكل ما فيهوش اي نوع من انواع الاعتداء او التدافع وبتاع منتكلم فيه مئة الف ولا خمسين الف ولا حدد يعني عدد كبير بيدول فعلا ان الراجل دوت اللي شعبية اعتقد ضغط دوت على الهيئة العليا الانتخابات مفروض ان هو يبقى يعني يوصلها لمحات ان هي لأت خلاص تقفت خطوة ان هي تدخل حتى لدرجة انها بتناقش ما كنت بتناقش مع أحد الأصدقاء فقال لك ممكن ساعتها يلجأوا الفكرة ديت خلاص خد عشرين توكيل وتخل يعني ايا كان المهم ان هو يبقى وصل لمرحلة انها بقى مرشح بس النقطة دي النقطة دي فيها فيها حتة خطر شوية يا احمد انت بتكلم على ألف ألفين عشرين ألف خمسين أيا كان العدد رايحين مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات يقدموا شكاوى قانونية بس للأسف مقر الهيئة ده في مدان التحرير تمام وانت عارف يعني ايه مدان التحرير يعني ده مجموعة من الخطوط الحمرة ممنوع حد يقرب منها او يصورها يعني بس نمنع الانتخابات ما هو ده الطريق اللي انت عامله اعمل مقارب حتة تانية سيد رايحة الناس هيا في المقلس لو انت عزعلان ان انا صراحة التحرير ومش عايز الناس طروح التحرير وخافة ان الناس تنزل التحرير اللي بقى تجمع وضغط اعمل لهم مكان تاني او افتح المكانات بشكل مقارب ما هو انا بضغط على الك انا بضغط سياسيا عن النظام انت لو ما تتنيش المصار القانوني الطبيعي هروح مصار قانوني تاني وكل ما بتمنع مصار وكل ما بتقفل مصار انت بتزبط اكتر قدام العالم الخارجي اللي شايف الدنيا كلها اللي مش هيسلفك اللي فيه مصيرين في خارج مش هيبعتولك فلوس اللي فيه الناس جوه في حالة احتقان شديد انت بتقولهم انا ما عندش انتخابات انا عامل مصرحية فانت كل ما بتزود فيه يعني القمع او القفل او برضو انا قلت جاه في الفيديو ان احنا لو حصل انتخابات بدون يعني بدون انتخابات يعني عاملت مصرحية انتخابات وبدون شرعية والناس خلاص قالت ان دي مش انتخابات احنا مش هندخل لها في 2011 احنا هندخل في حاجة اكبر بكتير فاحنا بنقول النظام او انا شخصيا مقتنع بكده ان انت افتح المجال عشان الناس تروح وتصوت في الانتخابات ده افضل ما انت تقفل المجال فالناس تروح لك التحرير والناس تروح للتحرير بشكل قانوني وبشكل ان هي عايزة تعمل شكوى وتمشي ده افضل من انت تلاقي الناس نزد في كل حتة باعداد مهولة بتكسر بقى او بتعمل زي حصل في مرسل مطروح انا اللي حصل في مرسل مطروح بعد اذنك يعني امكان اقول عليه سريعا ان حصل في مرسل مطروح ده بقاية الوضع القديم الوضع القديم في الناس كلها ما بتبقى عندها لضب لاني مش اي قنوات للتعبير ما عندها شغل انها تنزل تكسر الصور وتنزل تتخاني والناس تحبس وكده ده احنا بقول لي احنا رفضين دوت احمد تنتوي قال لي احنا مش مع العنف ومش مع خروج عن القانون ومش مع التكسير انا مش عايز الناس تنزل تكسر انا عايز الناس تنزل تعبر عن صوتها في الصندوق بشكل احنا صورتنا في الصندوق معركتنا ان انا معركة قانونية مش معركة خناء هي مفروض ان الشعب المصري وصل من النضج والمنحلة السنين اللي فقط يديكوا لها وصلتنا ان احنا اخذ الحق حرف انا ممكن اخذ حقي بشكل سياسي ان انا انزل اشتكي واجبرهم ان هما يسجلوا الشكوى او ان هو يقول لك لا انا مش عايز الناس اصلا تيجي مش عايز الناس تترشح المرشح هو بيقول بخصواته انا مالش انتخلات بس بصراحة في نقطة تانية احمد يعني مهو برضو انت لما تلاقي صخرة معينة ومصممت روح تخبطها كل مرة براسك بنفس الطريقة مهو ده برضو مصح يعني هقول لك في وجهة نظر عندي ناس كتير مش قليلين من الاول خالص انه يا استاذ اسامة يا استاذ احمد مفيش انتخابات الراجل ده مش هيسمح لتنطوي نفسه الراجل ده مش هيسمح انه حدي نفسه يا جماعة انتو داخلين مسرحية يا جماعة نهاية القصة واضح طيب قلنا لأ يحيى الامل احنا هنكمل بدأ احمد تنطوي اما اعتقل اريبه قال لا يحيى الامل انا هكمل اما اعتقل انصاره انا هكمل اما اعتقل تسعين من الحملة بتاعته انا هكمل واروح التحرير طب ما هيعتقلهم هعمل توكلات شعبية انتو مزورين واعمل قضية تزوير طب انت ليه مصمم تكمل في حيطة واضح انها سد من اول يوم لان ما فيش بديل تاني انا ما عنديش بديل ما عنديش رفاهية ان انا والله ده الموضوع ده كله مصرحية فقط في بيتنا طب وبعدين ما هي المصرحية هتنشي وهتمش بقل الخسائر انا بالعكس لو هي مصرحية لو فيه نية ومبيتة انها تبقى مصرحية فانا بفضحها يعني انا دايما طول لقت يعني انا والله لو هي عندك نسبة يعني عندك رجوع عندك مساحة رجوع انت تقول والله طب انا هعمل يعني ايه هعمل جوز منها انتخابية بجد او هفتح الباب لسنة صغيرة فانا بحاول ادوز معاك في الحتة دي بمش معاك في الخط ده لحد ما تيجي تقفل الباب خلاص ما هو انا لو اقفل بيتنا انت هتقفل الباب وانت مستريح لكن انا لو اقفلك على الباب وبزوءك وبقول لك لا اعملي توكيل لا اه سجلني لا انا مع الراجل دوت لا انا بقول عيش حرية عادلة اجتمعية في الشارع انا كانش مطروح قبل كده يعني انت لو تقولي انا معارضة اه اسف المؤفعة وانت قاعد في البيت مش هتنزل تقولي عيش حرية عادلة اجتمعية في الشارع لكن دلوقتي بسبب المنع الناس بتعمل احنا هو احتصام غير ما يبقى اسم احتصام الناس يوقفوا قدام المكانة بشغر العقاري بالايام وبالاسابيع وقفين قاعدين بيهتفوا بيتكلموا بيرجعوا تاني ويروحوا وهكذا ففي حركة في حركة دي ينتج عنها ان الموضوع يتطور ايه سياسيا انا في حركة في حاجة بتغضيها في المجتمع بالمناسبة اكتر يعني كان من اكتر الناس اللي هي بتدعو للمؤطعة كان حد زي الفنان عمر واحد مثلا او دلوقتي اكتر الناس بتدعو لموضوع التوكلات او كأيد التنطاول ده معناه ان الحركة يعني الاتجاه الصحبي هو طبيعي من الاول انا شايف ان هي لعبة يبقى انا هعطيها ده الوضع في الوضع اللي هو الديمقراطي او الوضع الوضع اللي هو ايه اه انا حتى مش متخيل ازاي انا ممكن اخذ حقي بالطريقة ديت بس يعني ده ماشي انا من حقي انا اقوله حلاص انا مش لاعب معكو اصلا الليعبة دي مش مش تعب لكن دلوقتي اصبح علي واجب وطني لان الناس بتموت من الجوع الناس انا بشوفها تمشي حالها لكن العموم الكبير جدا من الناس بما فيهم انا سعرفهم شخصيا يعني الدنيا اقتصاديا متضمرة معاهم يعني فهو الموضوع الناس دول هو بيسمعوك احمد الناس دول هو بيسمعوك يقولك طب ماشي لو عمل التوكلات ودخل الانتخابات وانزلنا انتخابناها هل احنا مش هنبقى جعانين يعني هو الرجل ده اللي جاي عشان يخرجنا من الجوع طب ازاي ايوا ببساطة جديدة لان هي الفكرة كلها في دولة المؤسسات انا عندي دولة بتحاسب وبترائب ولا ما عنديش هل حد شايف انه فيه اي نوع من انواع الرقابة او المحاسبة من اول رأس من رئيس الجمهورية الحاد اصغر رأيون شرطة في الشارع او عسكري فيه اي نوع من انواع الرقابة على الحكومة لا طب هو في غياب الرقابة انا مش بقولي الناس كلها فاسدة مش بقولي الناس كلها يعني بيعقوين فساد لكن في غياب الرقابة اللي هيفسد هيفسد هيستفحل فساده يعني لو واحد بس فاسد من وسط عشرة مفيش رقابة عليه محدش بيحاسبه هيبقى فاسد بشكل رهيب فاق احنا جزء كبير جدا 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 من الفقر اللي حصل في مصر خصوصا في الايام اللي فاقف يعني كام سنة اللي فاتوا دولة بسبب الفساد اللي هوا ما عنوش اينا من الوع الرقابة دي حاجة تاني حاجة المشاريع اللي هي بيتم فيها اهدار اموال رهيبة جدا 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 بدون ما توقف لا انا محتاج حد يقولي وقف المشاريع دي حالا مش هنشغل فيها مش هعطل فيها دلوقتي لحد ما راجحها مشروع مشروع والشارع شارع وكبري كبري بقي الجانب تتعمل انا راجع الحاجات دي تصرفت ازاي وتعملت في ايه ومين اللي بيصرف ومين اللي بيعمل يعني محتاج ان انا اعمل رقابة شعبية على كل حاجة لما ده هيحصل في حد ذاته بس قبل ما نتكلم بقى هو هيعمل ايه في المستقر هيعمل ايه بقى خطة خطوات او اقتصاد او بتاع ده في حد ذاته حيوقف الفساد فلما يوقف الفساد الناس هتنتعش الانتصاد هينتعش يبتدي ان هو ايه الناس تشم منها فسع شوية مع بقى حاجات كثيرة مع حاجات بقى يعني مشاريع صادية زي ما قولك ملهاش معنا او مش غير مدار الراحة اوقفها بخير ده اوجه الموارد ده للحاجات التانية تزي ان العالم الخارجي اللي حيحترمك زي ما احترمنا بعد ثورة يناير العالم الخارجي كان بيحترم شعب المصر ان هو قدر يفرض ارطه على الحكومة المستبدة ويخليها تمشي بالقانون حتى لو لمدة صغيرة بس قدر ان هو يعني يبقى موجود الشعب ليه دور لما الشعب في مصر بيبقى ليه دور وشعب كبير وشعب يعني بالملايين ده هيخليش عالم كله يرجع يحترم مصر تاني ويبتزي ان هو يساعدها تاني واحنا مش عايزين نفضل دوقات عاشين على مساعدات بس انا بتكلم على مرحلة ان انا بس بفوق من الوضع الكارسي اللي احنا فيه احنا في وضع كارسة كارسة في كل المستويات في كل حاجة في الاقتصالات في التعليم في الصحة في الاقتصالات في كل حاجة في كارسة فانا بس محتاج ان انا اعمل فرمالة الكوارس دية ابتدأ عين ناس المحترم مع ناس لها ثقة ناس لها رؤية ناس لها في المنصب اللي هي الحساب ابتدأ خلي القضاء والنيابة والشرطة والكلام ده كله ابتدأ يشتغل شغله اللي هو مهوض يعمله ان هو بيرائب الفزدين او بيحاسب الفزدين مش ان هو بيرائب السياسيين والمعارضين والكلام ده كله ابتدأ خرج الناس من السجون او انت لما اتخرج عشرات الالاف من السجون ان هما مسجونين بتهم سياسية ابتدأ يترجحهم من بيتهم فكل ده وحيدي حلقة رصيقة عند الناس في حال الاخصال يشتغل فهو لو احمد التنطوي كسب احمد التنطوي خلينا خطوات كده احمد التنطوي لو قدر ان هو يضغط لو احنا قدرنا نضغط كشعب مش كاحمد التنطوي احمد التنطوي مش في ايده حاجة غير ان هو ويدعو الناس ان هم ما يتدعمه لو احنا قدرنا ندعمه لدرجة ان هو نجبر الهيئة العليا للانتخابات او نجبر النظام ان هو يقبله كمرشح ويبقى البديل الناحية التانية انه مفيش انتخابات فهو يقول لك خلاص انه عايز عديها من انا دخله الانتخابات ساعتها انا اعتقد ان الغالبية العظمة من الشعب المصر هينتخبر حيبقى ارقام كبيرة جدا ساعتها لو جه الرئيس ذلك الرئيس مدني الناس هتلتك في حواليه الناس هتبقى عندها امل في الاصلاح الفاسدين هيهربوا الفاسدين جزئي جبير من انت ساعتها هيفتدي انسحب هيفتدي الناس تترضي هو ليه الناس بتقاتل على الشهر العقاري الناس التانية الناس اللي هي بتقاتل الناس ما تدخلش الصوت لايه الناس دي وقفة كده بتقاتل على انها تمنع الناس من حقها طيب انه عارف من هو يوم ما ياخده حقوم حيحسبوه حتعل ليه بقى انت واخد كم ارض فاسدة في نقطة مهمة احمد معلش اقطعك بس انت اول مبادية خالص قلت ان انت راجل لبرالي وتنطاوي راجل ناصري ومع ذلك انت مؤيده لانه هو عايز دولة القانون والدستور لو فاز احمد تنطاوي انت تضمن ان احمد بدوي اللبرالي ما يشتبكش مع تنطاوي الناصري مع فلان الفلاني الاسلامي مع فلان الفلاني اللي مش عارف عنده اتجاه رابع ونرجع نعيد تاني مشاهد 2011 و2012 ويرجع الناس تطلع تنادي على الجيش الحقونة يا جماعة ونعيد العشر سنين اللي فات مرة تانية طيب يعني هو ده احتمال يعني انا مش برجحه قوي لسبب لان الناس زي ما قولنا ده ده اتعلمت من اللي فات وده برضو مش احتمال كمي ممكن الناس هتعلمتش ممكن الناس عاية يعني مهمة ساعدها برضو حيب يختار الشعب يعني احنا بيقول انا عاية ساعدة وقف الانحيار التظاهر اللي انا شغال فيه بشكل متسارع جدا هفرمله قدرت ان انا هو كسياسي وكنهبة خلي بالك برضو في ملمح كويس في اللي بيحسل دقائسي ان فيه نوع من انواع الوحدة ما بين النهبة المعارضة يعني التار المدني والاشتراكيس الثوريين واللي مش هايقول يعني صحيح في نوع كده من انواع فيه تفاهم ما ممكن يتبني عليه ويتبني عليه لو انت في السلطة وانت فاتح الباب يعني انا دلوقتي كانت بكت ان انا دلوقتي رئيس ناصري بس مش مانع الناس اللي هو من التارات التانية او من الافكار التانية او من اي حد عنده فكرة ان هو يبقى ليه دور في الحكمة او ليه دور في الحكومة او في الوضع قبل كده يعني فيه حاجة زي حزب وطني بس حزب وطني الديمقراطية بجد حزب وطني للناس الوطنيين كلهم بس بيعمل تحول الديمقراطي يبقى هو مهمته كده في عربع سنين او في ستة سنين ان هو يعمل تحويل المؤسسات لمؤسسات ديمقراطية ويبقى ده المشروع اللي يكونينا نشغالين عليه مع بعض بجانب الحاجات التانية فده احد الاختراحات في اخر بتيش حاجة مضمونة انا مش ضامن اما هو بجينا احنا نطلق نفسه بعد ما يكسب المؤسسات يعني تسيطر عليه وتحوله ان هو يبقى ديكتاتور ما هو ده يعني بتحصل احيانا بس احنا في الاخر انا لقى بالشواهد انا لقى باللقى قدامي طيب في اتجاه حلو انا عايز اختم معاك بسؤال مهمة او الحقيقة وانا كنت شايله للاخر لو وصلنا يوم السبت وتنطوي يعني بنسبة كبيرة ما اصبحش مرشح رئاسي بالنسبة لك احمد مدوي الشاب اللي نزل رفع يفطل للتعادلات الدستورية في احد الميادين من داخل مصر هيكون فكرة يحيى الامل انتهت دخلنا في دوامة اخرى من اليأس ولا لا دي مجرد بداية لا 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 ماينفعش يعني ممكن بعض الناس يجيرها لحالة اليأس لكن انا بالنسبة لي انا ما اقدرش يعني ان فكرة الامل بالاخر اولا في حاجتين او هي الامل من عند ربنا مش من احمد التنطوي ولا من الناس او من عند ربنا طوالما ربنا موجود في امل ان ربنا يحسنوا الاوضاع دي حاجة لان احنا مسئولين قدام وانا دلاشة زي ما كنت بقولك انا ابني بقيت عنده النهاردة اسبوع اتولد من اسبوع انا عندي واجب ناحيته وناحية كل الشباب شفت الفيديو اللي من الانبالح بتاع الاصفال اللي هما في المدرسة اللي في اعدادي اللي نازلين يهتفه لحمد التنطوي شفتو طيب ده بيقولك ان دولا بيكلفوك بيكلفونا احنا الكبار اللي عندنا الحق ان احنا او بي عندنا قدرة ان احنا نشترك ان احنا لازم ندافع عن حققهم لازم ندافع عن حققهم في المستقبل فحتى لو المسار يعني خلاص يوم النظام ما عندوش اي نوع من انواع العقل ولا المنطق وقرر ان هو ينتحر بانه هو هيعمل انتخابات من غير انتخابات خلاص هيجي مصرحية وحيبصم حيزيها الختم ان هي مصرحية وانا مش هلالها خلاص مدد التنطوي واللي عجبكو وعملوه اللي امل ما انتهاش بس للأسف يعني هيبقى ساعتها الاتجاه مش يعني هيبقى الاتجاه فعلا صعب على الجميع يعني احنا فكرة حتى كلام احمد دايما يقولك التغيير السلمي الامن انت ساعتها هلتقل في احتمالات تانية احنا مش عايزين نوصل لها ساعتها انا مش هبقى انها اللي بحرك الناس اللي الناس هل اسمها هو يعني مش هيبقى يعني فكرة الحركة اللي هو السلمي الامن ده مش ممكن مش هيبقى هو ده المطروح الا لساعتها لا احنا فعلا نوصل من العامة الشعبية انه هو بقى رمز وطني فالناس كلها هتلتفتح حواليه فنبتدي ناخد قطوات للضغط على الحكومة لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل يعني ما يتمش احتقاله بقى ما يبقى فيه حماية دولية وقعين كان فلا ساعتها انا عمري يعني عمري ما حاضر اقولي ان الامن هو بالمناسبة اللي انت بتقوله يعني حمدين صباحي وعبدالله السناوي يأكدوا عليه كده مرة انه التغيير لازم يكون سلمي وامن لان اللي هيحصل بعد كده انفجار في وش الناس كلها فهيكون شيء يعني سيء جدا للبلد كلها يعني احمد الحوار معاك والله يمتدل ساعات يعني من غير ما نمل منه انا بشكرك جدا على وجودك في بودكاست حكايتك وبشكرك على شجاعتك وبتمنى لك التوفيق والامان وان الامل يتحقق وانت جواه مصر وتشوف كل اللي بتتمنى شكرا جزيلا والهدعب ده في مصر قريب ان شاء الله قريب بإذن الله شكرا جزيلا احمد بدوي النشط السياسي المصري واحد مؤيدي كنتك لسا مستمرين معاك واكيد في حلقات جاية عن الانتخابات الرئاسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة